اشتركوا في القناة محمد علي ناقص عشرة عبد الرحمن طارق مفيش نقاط ودلوقتي مع الفقرة الرابعة فقرة دربات جزال دربات جزال هنشوف اول اتنين معنا مين اول حد عبد الرحمن طارق عاصفت ان انا هاجي مع مرسي هتيجي مع مرسي حاضر بس كده اللي معزا من الناس ما يعرفوش عماتا انه نوع عبر رحمن صاحب من اول ابتراقي تمام محمد مرسي مش ممتن بصوا بقى انا معايا اسئلة مختلفة وانا الحقيقة ما بابقاش عارف انتوا هتتسهلوا ايه طفانا طفانا السؤال الاول معلومات عم ما هي العملة الرسمية لدولة سيشل عبد الرحمن الفرانك عبد الرحمن طارق اجابة خاطئة محمد مرسي اجابتك روبية روبية الهدف الاول كده هدف بلا مقابل ودهواتي السؤال اللي جاي ليك سؤال التاني تاريخ من هو الصحابي الجليل الذي جهز ثلث جيش العسرة في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسعمائة وخمسين بعير وخمسين فرس ابو بكر صديق محمد مرسي اجابة خاطئة ايش 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 عبد الرحمن اجابتك انا الحقيقة مش عارف المعلومة بس اقول عبد الله من الزبير عبد الرحمن طارق اجابة خاطئة سيدنا عثمان ابن عفان عبد الرحمن طارق السؤال اللي جاي ليك لو جاوبت صح اتعدلت لو ما جاوبت الصح محمد مرسي خد 15 اسؤال الثالث تقع جزيرة سباتس باحد القارات فما هي على اسم الجنرال كارل سباتس دا رئيس قوات الأركان الأمريكية سابقا عبد الرحمن طارق اجابتك اه اا امريكا الشمالية هارد لك عبد الرحمن، إجابة خاطئة الكتبية الجنوبية هارد لك عبد الرحمن، محمد مرسي، خمستاشر لقطة محمد مرسي بقيت خمسة وعشرين شوف السؤالين اللي جايين لمن؟ أحمد سليمان عايز مين بقى يبقى معك يا أحمد؟ كلهم أنا نفسي فاهم أنباح كلهم حبيبي كلهم حبيبي سعد صالح ونفسها قوية قلت له كده في الفاصل طيب، أول سؤال حيبقى لحمد سليمان السؤال الأول حي المسألة الآتية خمسة وعشرين في ستة ناقص اتناشر في اربعتاشر يساوي كامل؟ خمسة وعشرين في ستة ناقص اتناشر في اربعتاشر يساوي كامل؟ أحمد سليمان إجابتك؟ ناقص اربعة إجابة خاطئة سعد صالح عندك إجابة؟ إجابتك؟ سالب 18 ألعابة في الأول بربع عليك يا سعد هدف بلا مقابل سعد السؤال اللي جاي ليك وكده انت ممكن تتقدم بهدفين؟ أسوال الثاني علوم من هو عالم الفيزياء؟ مؤلف كتاب سايد لايتس أون ريلاتيفتي سايد لايتس أون ريلاتيفتي مفيش تاريخ في بدايات القرن العشرين ريزارفورد؟ ريزارفورد إجابة خاطئة ألبرت أينشتاين ألبرت أينشتاين اتعدلت العدف الأول بيكلم فيها عن النظرية النسبية هدف مقابل هدف السؤال اللي جاي أحمد سليمان السؤال الثالث رياضة، من هو اللعب الأرجنتيني الحاصل على لقب هداف كوبا أمريكا عام 1991 جابريل باتستوتا؟ باتستوتا؟ الهدف الثاني، برافو عليه ست أهداف والأرجنتين كسبت كولومبيا في النهاية اثنين واحد وكان أحرص الهدف الثاني هدفين مقابل هدف؟ سايد صالح، لو إجابتك صح اتعدلت في الحالة دي حنلعب على هدف السعبي لو إجابتك غلط أحمد سليمان، 15 نقطة السؤال الرابعة رياضة، ما هو النادي الحاصل على بطول الدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم موسم 2022-2023؟ كسب فيورنتينة في النهاية اثنين واحد ساعد الصالح عندك إجابة؟ كسب فيورنتينة في النهاية اثنين واحد، ساعد؟ أيوة واستهام؟ برافو عليك، اتعدلت الهدف الثاني برافو عليك يا ساعد تحت قيادة المدرب ديفيد مويس كده هدفين مقابل هدفين في الحالة دي حنسأل الهدف الزعبي سؤال واحد و 15 نقطة يعتمد على السرعة الهدف الزعبي أدب، سيرة أم دوربانية هي مجموعة قصصية لأديب سوداني معاصر فمن هو؟ همور زيادة؟ همور زيادة؟ الهدف الزعبي أحمد سليمان خطف 15 نقطة غالين جدا جدا أحمد سليمان 55 ساعد صالح أردلق هنشوف مين الاتنين اللي بعديهم مايار حمادة أيمن لا مايار حمادة ونشوف معايا همين كل عمال يقول أيمن بحر، أيمن بحر، أيمن بحر، أيمن بحر وأنا بقول رمضان حصل مايار، أول سؤال لكي، السؤال الأول تاريخ، في أي دول شمال إفريقيا، تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين العراق وإيران عام 1975 كان فيه اتفاقية ما بين العراق وإيران وتوقعت في ستة مارس علشان يسووا النزاعات الحدودية بين الدولتين خاصة اللي كانت على شط العرب على الرغم من كده، قامت الحرب بينهم بعدها في دولة إيه؟ المغرب؟ لا، مش المغرب إجابة خاطئة رمضان عندك إجابة؟ أه تفضل الجزائر؟ بمفادرة من الرئيس الجزائري بواري بوماديان طبعا الهدف الأول هدف بلا مقابل دلوقتي بقى، إيه رمضان؟ لو جاوبت صح، سهلت المهمة على نفسك أسوال الثانية أدب، كم عدد الكتب التي ألفها؟ الأديب عباس محمود العقاد في سلسلة العبقريات العبقريات عددهم كم من رمضان؟ أنا وصلت لحد السبعة سبعة؟ الهدف الثاني عبقريات وحمد عبقريات صديق عبقريات صديق عبقريات عمر عبقريات عثمان عبقريات الإمام علي عبقريات خالد وعبقريات المسيح رمضان هدفين بلا مقابل مايار، السؤال اللي جاي ليكي لو جاوبت صح، هيبقى معاك هدف حيبقى لسه عندك فرصة انك ممكن تتعدي في السؤال اللي بعديه لرمضان لو جاوبت غلط، اتحسموا 15 نقطة لصالح رمضان حتى لو مجاوبش السؤال الثالث أدب من هو الفيلسوف الفرنسي مؤلف كتاب؟ قواعد لتوجيه الفكر بيتناول في القواعد الأساسية اللي استخلصها لتوجيه الفكر الإنساني مايار، إجابتك سارتر؟ هارد لك يا مايار، سارتر، إجابة خاطئة الإجابة الصحيحة، ريني ديكارت هارد لك يا مايار، معلش هارد لك رمضان أول 15 نقطة لك رمضان حسن 15 طبعاً فاضل آخر اتنين أيمن ومحمد علي، خلاص اللي هبتدي الأول محمد علي محمد علي باشا، خلاص محمد علي باشا هتبتدي الأول جاهز؟ إن شاء الله أسوأ الأول رياضة، ما هو النادي الحاصل على بطولة الدور الأوروبي في كرة القدم موسم 2022-2023؟ محمد علي، إجابتك، فاس على روما، براكلات الترجيع أربعة واحد، إن شاء الله هقول أتالنتا، أتالنتا، أتالنتا اللي كسب آخر نسخة، هارد لك، 2023-2024، إجابة خاطئة، مين يا أيمن؟ شملية؟ شملية طبعاً الهدف الأول طبعاً كده أيمن هدف بلا مقابل، أيمن بحر، أسؤال الثاني معلومات عامة، في عهد أي من حكام الأسرة العلوية، تم افتتاح مجمع التحرير الإداري أول مرة، مين يا أيمن؟ كان اسمه مجمع الحكومة، وتغير اسمه لمجمع التحرير بعدها بسنة إجابتك يا أيمن؟ ملك فاروق الملك فاروق الملك فاروق؟ 1951؟ للهرف الثاني محمد علي باشا مقدمكش فرصة غير إنك تجاو أسؤال الثالث معلومات عامة عقدة مؤتمر لهاي الأول للسلام عام 1899 بمبادرة من أحد قياصرة روسيا فمن هو؟ 1899 محمد علي إجابتك؟ الله أنا هو لها تخمينة، عندما صارتها تخمينة ممكن إيفان الرابع هارد لك محمد علي للأسف الشديد إجابة خاطئة مين بقى اللي عنده الإجابة؟ نيكولاي الثاني بالزبط كده نيكولاي الثاني طب نيكولاي الثاني 15 نقطة لأيمن بحر الحمد لله أيمن بحر الحلقة صعبة جدا، سئلة صعبة جدا، المنافسة قوية، وحتفظ المنافسة قوية لحد النهاية طبعا، أحمد سليمان قدر يتقدم، ودي مستق إجابة صحية الحمد لله، عرفت جمع 55 نقطة لحد الوقت، أتمنى أن ربينا وفاقني في عجلة الحظ، المسكور يفضل صلحي وأحصل على لقب أفضل لها طبعا، الموجة صعبة وأسئلة صعبة من الأول، بس زحمك سليمان قدر أن هو يخطف أسئلة مننا كلنا يبعد بيها نوعا ما عن البقيين الحمد لله، قدرت أخطف ضربات الجزاء ويكون معي 15 نقطة، ويا رب عجلة الحظ يتنصفني أغمر مالس عشرة اللي خدتهم في الأول، لكن لسه لسه الفرصة قائمة وحطر وكان ضعيفة إن شاء الله ركز في عجلة الحظ وأقدر حافظ على لقب أفضل لعب للمرة التالية خلينا نشوف عجلة الحظ هتعمل إيه، وكالعادة هنقول لواحد مبلوك، وهنقول لسبعة أربع في نهاية الفقرة، أيمن بحر 35 نقطة أحمد سليمان 55 مايار حمادة ناقص 5 رمضان حسن 15 سعد صالح 5 محمد مرسي 25 محمد علي ناقص 10 عبد الرحمن طارق مفيش نقاط لسه أنتو التمانية عندك فرصة علشان لسه عندنا 80 نقطة هنخرج فاصل وحنرجع مرة تانية مع آخر فقرة فقرة عجلة الحظ والعباقرة وكده أصحبنا العباقرة قادرون باختلاف جمعه 60 نقطة في فقرة ضربات الجزاء ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 120 نقطة في خزنة البنك الأهل المصري الدعم الرئيسي لاحتياجات داو الهمم اجتماعيا وعلميا وثقافيا ومهنيا في جميع محافظات مصر موسيقى 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 هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر موسيقى 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 اشتركوا في القناة